هلا في البداية بدنا نعرف الديتا. هلا ممكن الديتا عارفها هون. ممكن اعرفها وين? في الويركسبيس. ها? هلا ممكن اعرف انا ديتا في الويركسبيس مثلا. ممكن نروح احنا هون على اه وين الويركسبيس. هاي هون. الكل بعرف كيف اعرف. ممكن اعرف انا جديد مثلا. خلينا نسميها هادي هون. ديتا. ومعادين اصلا راح نعملها. اوكي. اوكي? فتحت هاي تشبه ايش? فازا عندك انتر ديتا باكسل مكانك تعمل. اوكي? ماشي واضح? مثلا فرض ان انا بدي احط هون. انا هون حاول تحل مسألة بسيطة بدي اخليه هو ياخد تبعتي التربية. انا انا عارف انها مسألة بسيطة. بس نشوف انه انا لو اعطيته مجموعة ارقام وطلع لي المرنبع تبعها. بعدين فرجيته رقم هو مش شايفه قبل فهو عمل للفنكشن. واحيانا في عنا فنكشنز بتكون من سطح وعندي اكس واي او اكس وان واكس دو. في عنا سطح. والسطح هذا بدنا يا يعمل له اه يعمل له مثلا. ففرض انا هي عرفت اه? هذا الان صار اسمه ديتا. ولو انا انت رحت على الماتلاب او كماند ويندو. اظن المفروض زعطيته الان ديتا هيكدو. اوكي ماشي. الكل ما ماشي معي واضح اخطوه هذا في الماتلاب اه? وهلا نفس الاشي ممكن انا اجي اقول. بدي اعرف هون نعمل جديد. نسميه مثلا تارجت. ونفس الاشي. بدي اعرفه انه واحد واحد اربعة تسعة ستتاش خمسة وعشرين ستة وثنتين تسعة ومليا. وهي عندي الفيريبل التاني اللي هو اه الديتا اه? فصار عندي هذا single input single output. هاي صار هذا عندي جاهز ونتأكد الان. كماند ويند بنفس الاشي. انا راح اخط تارجت. هاي موجود. هذول جاهزين اللي هم تي و تي اه? ديتا و تارجت. حلا بامكاني انا مباشرة اني يعمل نيو اف اف. نيو اف اف اللي هي او خلينا نسميها ماي نت. هاذا الابجيكت اه? اخذتوا الابجيكت او الابجيكت اسمه نتورك. هو نتورك موجود في الماتلاب. ها? انت تذكرين فكرة الابجيكت؟ الابجيكت الابجيكت او استخدم او ابجيكت اسمه نتورك. والنتورك هذا فيه ويتس. اه? سب. وبعدين الويت هذا فيه له فانيو. ما بتعرفوش هاملو. اه? ما اخدتوا باخدتوا السي بلس بلس ما اخدتوا طيب. ماينت. نيو اف اف. هلا. بدخلت هلا في عندي هذا اسمه نيو اف اف. ازا بدي اعرف اكتر عنه ايش بقدر اعمل. هل محط هل. مفروض انه بعرف لي شو نيو اف اف. نيو اف اف هو عبارة بقدر ابني نيو نتورك اعمل 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 كرييشن لن يو نيو نتورك ون يو نيو نتورك هذا بالانستركشن هذا بقدر عرف اشياء مختلفة فيه. فبقدر عرف بهذا نيو نتورك بعرف. بي. احنا عارفين شو بي. ايش بي. هي عدد الهيدن لايرز او عدد النيورونز في الهيدن لايرز. اوكي? بزا كنشو الهيدن لايرز كم كان عندي قبل شوي. واحد. كم اليورون فيه? سنة. كان ممكن انا احط تلاتة. يعني كان ممكن انا قبل شوي لما عملت في هذا كان ممكن احط اكس ون. واكس ما فيش يقول انه كان لازم يكون فيه عندي تون يورونز. كان ممكن احط واحد. تنين. ثلاثة. اسمي هذا واحد وهذا اتنين. وهذا ثلاثة. اربعة خمسة. كم اوكي لسا عندي? بحاجة بالكسلوسي بور. لا بالكسلوسي بور قطع. عندي يكون فيه عدد الميورونز اللي بالديابات راح خطوه هون. بحددهم. وبعدين عندي هاي راح تصير ستة. وهي عندي هون. وعندي هون نفس الاشي راح يكون فيه عندي بايس هون. بايس هون او. هلا عدد. هلا ممكن ازا عندي اكتر من ون هيدن لاير. اس بتتحول من سكيلر الى اري. وبصير فيها اس وان اس دو. فاس هادي اللي موجودة هون. بتصير. اس وان اس دو. حسب عدد الهايو. كل واحد هدول بكون. وهدول طبعا بمشوا بهذا الترتين. فهذا بكون. اوكي راح ناخد امثلة عني هون تشوف. البقي اي اوبشنال هدول بمثلولي. بس هدول ازا دخل بي وتي واس هدا كافي. فانا ممكن الان اعمل نتوارك بسيط جدنا اقول نيو. ماي نت بساوي. ماي. نت هذا الاسم اللي اعطيته انا للنت اللي هو اوبجيكت. الاوبجيكت هو عبارة عن نيوران نتوارك. بساوي نيو اف اف. احنا سميناها ديتا مشيك. تارجت. وهدول ها راح عمله بدي بس ون هنا اللير. كم نيوران راح نحط فيه مثلا خلينا نقول خمسة. فخمسة نيورون. هيصار عندي ابجيكت اسمه ماينت. وزا رحت الان على الوركس بيس. ايش بيان عندي? طبعا هدا معقد مش بس عبارة عن هاري في الو. عن هائل من. هاي اللي بحكي لكم عنه الابجيكت. الابجيكت هدا معرف. موجودة في السي بلاس بلاس ويلها. الها معينة. الابجيكشن. كتير كبير. فانكشن طخم. ورحي.